اشتركوا في القناة اصدرت تقريرا جديدا تحدثت بها عن اكثر من منطقة يعني في العالم ومن ضمنها تحدثت عن العراق الحديث عن العراق ما يهمنا هو هذا ان المنظمة تحدثت عن ربما اكثر من نقطة لكن النقاط المهمة اللي تحدثت عنها وهي اللي تهم الشعب العراق وتهم العراق بالذات تحدثت عن المتظاهرين تحدثت عن حرية التعبير تحدثت عن الاعدامات التي تجري في العراق تحدثت عن الاعتقالات فيما يخص المتظاهرين تحدثت عن اعتقال المتظاهرين عن سياسات التعسف والقتل والملاحقة القتل خارج نطاق العدالة القضاء كما قالت المتظاهرين على قوات الامنية تحدثت عن عام 2019 وعام 2020 وقالت انه في عام 2019 استقالت حكومة عدل عبد المهدي وفيما بعد وجاءت حكومة مصطفى الكاظمي لكن الوضع لم يتغير لان الوضع استمر قتل المتظاهرين استمرت تضييق عليهم استمر اعتقالهم استمر مطاردتهم استمرت قضايا تغييب كثير من المتظاهرين وتحدثت عن وعود كثيرة قالت رغم ان الوعود الكثيرة التي قطاحها مصطفى الكاظمي حكومة مصطفى الكاظمي بانها ستحمل المتظاهرين ستقدم قتلة المتظاهرين للعدالة لكن رغم ان منذ مايس آيار عام 2019 لحد الان مضت كل هذه الشهور الطويلة وحكومة مصطفى الكاظمي لم تقدم تقريرا واحدا من اللجنة التي شكلتها لمعرفة قتلة المتظاهرين لم تقدم متهما واحدا في قضية قتل المتظاهرين قضية تسويفية محاولة تسويف القضية رغم ان من قتل من المتظاهرين اكثر من الف متظاهر 30 الف جرحوا مغيبين كثيرين لكن لم يقدم اي منهم من القتلة الى العدالة كما تحدثت عن ايضا المتظاهرين انه الشخصيات العسكرية الشخصيات الامنية المسؤولة عن قتل المتظاهرين او استعمال العنف ضدهم او التحريض او قيادة قوات للنيل منهم لم يقدموا للعدالة نهائيا يعني اقصى ما يمكن وجعت بامثلة قالت انه قائد قائد شرطة البصرة او قالت القادة الامرين امثال امثال يعني قائد شرطة البصرة نعم قالت هذا متهم بقتل المتظاهرين في تظاهرات البصرة في اب من العام الماضي ومعه ايضا مدير الامن الوطني في المحافظة فقط تم يعني حالتهم على التقاعد او طردهم من الوظيفة يعني فصلهم اكتفوا هكذا ولم يحالوا الى القضاء وهو المطلوب ان يحالوا الى القضاء لانهم يعني ارتكبوا جرم معين وهناك توهم وهناك شكاو ضدهم لكن الحكومة يعني غيبت هذا الموضوع وابعدتهم وهذا طبعا يشمل حتى لم يرد ذكره في تقريره يوم الرأس الكثير من الشخصيات هذه من ضمنهم جميل الشمبري هذا الذي قالوا انه صدرت مذكرة القاقبض عليه بعد ان قتل المتظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية قتل المتظاهرين في فجر يوم دامي في شهر كانون الاول عام 2019 قتل اكثر من ثلاثين خمسة وثلاثين الف خمسة وثلاثين شهيد سقطوا واكثر من امتين وعشرين جريح ولكن اختفى في نفس الوقت وقالوا انه يعني صدرت مذكرة القاقبض ولا احد يسمع اين ذهب هذا الرجل القضية غريبة عجيبة رغم انه هو واحد من المسؤولين في المنطقة الخضراء الامنيين في المنطقة الخضراء ايضا تحدث التقرير هوم الرايتس ووش عن الاعدامات للتجربة العراق طبعا المعلومات العراق يعني ربما رقم واحد في العالم قياسا الى عدد سكانها بتنفيذ احكام الاعدام ضد الناس تحدثت التقرير انه يعني انتقد نظام العدالة الجنائية في العراق وصفه بانه مليء باستخدام العنف الواسع النطاق للتعذيب والاكراه على الاعترافات وكثير من المعتقدين اكرهوا على الاعترافات لجرائم لم يرتكبوها واعدموا بسببها بسبب التعذيب بسبب التهديدات بسبب اساليب ملتوية ومؤذية استخدمت ضدهم فانتهاكات جسيمة هذه تعتبر واشارت لها تقرير اليوم الريس ووتش قال هذه انتهاكات جسيمة للاجراءات القانونية الواجبة نفذتها السلطات العديدة ضد هؤلاء المعتقلين في عمليات الاعدام الفطفاضة كما سمتها طبعا لم اتحدث التقرير عن حرية التعبير يعني بلد يدعون انهم ديمقراطي وما حققوا من انجاز وحرية التعبير وانه هناك الكثير من الصحف التي تصدر هناك الكثير من محطات الاذاعية والتلفزيونية التي تصدر التحدث كما تشاء هذه كذبة كبيرة هذا الكم الهائل هو جزء من الفوضى لكن نظام السيطري نظام الاقتصاص من الناس اذا ما تحدثوا عن النظام اذا ما اساءوا للنظام بأي طريقة اذا ما انتقدوا النظام حاضرة وسيفهم بتار في هذا الموضوع وشهدنا كثير من المحطات الفضائية قد احرقت واغلقت بسبب كلام يعني حتى رويترز تم اغلاقها لانه مراسلها ذكر انه اعداد المصابين بالكورونا اقل مما تدعي الحكومة وان اعدادهم اكبر فقط هذا الكلام ادى الى اغلاقها الرويترز وفيما بعد فتحت بضغوط معينة وهكذا بالنسبة الكثير من المحطات الفضائية وكذا فاتحدث التقرير عن هيئة الاتصالات والاعلام اللي اصدرت يعني ما سمي به قواعد البث الاعلامي هذا سيف مسلط على كل صحافة وكل الاعلام في العراق لكي يبتروا رؤوس من واقلام واصابع من يكتب او يتحدث ويقطع سنة من يتحدث بالسوء او ينتقد الحكومة وينتقد احزاغ وينتقد هذه القول الميليشياء والتي تحكم العراق فبالتالي لا وجود لحرية التعبير في العراق حال حال التظاهرات التي يقولون انهم يضمنونها ويحترمونها ويحترمون حرية التعبير فيها لكنهم يحاربونها بالقتل للاعتقالات والتنكيد هذه واحدة منها ايضا اتحدث التقرير في النقطة الرابعة ربما عن الاعتقالات العشوائية تجري اعتقالات عشوائية منذ 17 سنة لحد الان ومستمرة في حكومة الكاظمي وقبلها في حكومة عدل عبد المهدي والحكومات السابقة اعتقال الناس عشوائيا اعتمادا على الشبهات والتقارير السرية وهذه كارثة كبيرة وعندما يدخل الى هذه المحتقالات يتعرض الى شدة انواع التعذيب الجسدي والنفسي ويضطر الكثير منهم الى الاعتراف باشياء لم يرتكبها وبالتالي يعني يدفعونه الى القضاء ليناله جزاء ولا يستحقه احكام لا يستحقه قد تصل الى الاعدام مثلما تحدثنا فهذا جزء مما تحدثت به Human Rights Watch من تقريرها طبعا هذا ربما قطرة في بحر ما يجري في العراق العراق بلد الانتهاكات الجسيمة بلد التقييد بلد الاستبداد هذه الاحزاب وهذه الميليشيات لا تريد لصوت يعلو فوق صوتها تريد الناس كل العراقيين وايدون الفساد والخراب والدمار وهذا الشعب الذي يخرج منذ 11 سنة لحد الان منتفض في كل مرة ضد هذا الظلم ضد هذا الاستبداد يواجهونه بالحديد والنار وما حصل في ثورة تشرين غير مثال على ذلك وما زالت الاحداث جارية والناصرية تشهد على ذلك والميليشيات والقوى الامنية وتسمى القوى الامنية هي من تحارب هؤلاء بحجة المحافظة على الدولة وعدم الذهاب الى الفوضى والعراق يعيشوا في الفوضى منذ 11 سنة أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة